موسيقى حماس ذاهبة ومصر على إصلاح مؤسسات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة الشراكة الوطنية التي ترفض الإقصاء والتفرد وإحنا هنا نقول بكل وضوح نحن ذاهبون لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والشراكة فيها وفق الاتفاقيات وإحنا اليوم بنحيي المجتمعين في بيروت في الاجتماع الأول في اليوم الأول من لجنة التحضيرية إحنا بنقول بكل وضوح اليوم حماس ذاهبة للجنة التحضيرية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بدلا من اتفاق القاهرة مارس 2005 إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية اتنين اتفاق القاهرة 2011 إحنا ذاهبين للتحضير لمجلس وطني جديد ومعنى كم كبير من الفصائل وكثير من أبناء الشعب الفلسطيني لسان وحالم يقول آن الأوان لهذا البيت المعنى والفلسطيني أن يستوعب كل الفلسطيني في الداخل والخارج وأن يحمل هم المشروع الوطني في الداخل والخارج وأن يمثل كل الفلسطينيين آن الأوان لهذا البيت الفلسطيني أن يحتضن أبناءه على قاعدة الشراكة بينهم ورفض بكل ألوان الرفض سياسة التفرد وسياسة الإقصاء لأنه إحنا هذا ما نرى وبالتالي نحن نأمل أن تنجح هذه جلسة التحضير للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد